اشتركوا في القناة لأنها تمتلك عناصر متشابهة تشترك هذه المجموعات الثلاثة والمواد التي تشكلها في قابليتها للتلف بسبب البيئة المحيطة فهي جميعا قابلة للتغير عند تغير نسبة الرطوبة النسبية وحساسة للضوء هذه صورة مطبوعة بالجيلاتين والفضة للفنان أغسطس ساندر وتعود لعام 1928 عندما انضمت هذه الصورة إلى مجموعتنا كانت قد فقدت أجزاء متعددة في مناطق متناثرة ومن الواضح أن مادة الرابط الجيلاتينية قد تعرضت للضوء على فترات ممتدة من الزمن خلال عرض الصورة عندما يحدث ذلك يبدأ الجيلاتين بالانفصال عن الدعامة الورقية ثم يتقشر مما يسبب فقدان أجزاء من الصورة نقوم بتغيير أماكن عرض الرسومات على الورق كل 12 أسبوعا ونقوم بذلك للحد من تعرضها للضوء وستلاحظ أن المعارض الفنية توفر إضاءة خافتة عند الرسومات والمخطوطات والصور وهذه الإضاءة أقل من الإضاءة في أقسام المنحوتات واللوحات الملونة وهذا للحد من تعرضها للضوء أيضا هذه مخطوطات ألمانية تعود للقرن الخامس عشر وتزودنا بمقارنة مثيرة للاهتمام امتلك كل من هذه الألبومات مشابك عملت على ضم أجزاء الألبوم معا وفي مرحلة ما فقدت هذه المشابك ليصبح الألبوم مفتوحا تسبب التغيرات المتناوبة لنسبة الرطوبة تمدد أوراق البرشمان وانكماشها وكنتيجة لذلك يعاني هذا الألبوم الموجود حاليا من الانتفاخات والانبعاجات في كل ورقة من البرشمان في المخطوطة يعود هذا الرسم بالجير الأحمر للفنان جوليو رومانو ويصور تضحية النبي إسحاق ويعود لبدايات القرن السادس عشر وتم إحضار هذا الرسم إلى مجموعتنا وقد تضرر بسبب الحشرات وجد في الصورة عدد كبير من الثقوب الصغيرة الموزعة على الدعام الورقية قام مسؤول الصيانة بوضع مربعات صغيرة من الورق خلف كل ثقب مما سبب انبعاج الدعامة الورقية في مناطق متعددة تمكنت مسؤولة الصيانة نانسياكو بواسطة استخدام مرطبات يتم التحكم بها من إزالة الرسم من لوح الرسم ثم إزالة الرقع بشكل منفرد والتي تم وضعها خلف كل ثقب وبعد إزالة الرقع تمكنت من إعادة ملء الأجزاء المفقودة في كل ثقب بكرات ورقية وبمجرد القيام بذلك يتم إعادة تلوين الرسم بلون المنطقة المحيطة في الصورة بعض الجزئيات الملوثة مثل الغبار والسخام الذي يحمله الهواء قد تؤذي الرسمات على الورق وكمثال على عمل فني واجه مشكلة بسبب الغبار في الهواء هذه هي صورة طريق أزهار الكمثرة لديفيد هوكني وهي عبارة عن كولاج تتألف من 750 لقطة ومولد للون وطبعة تم تجميعها على لوحة واحدة كانت المادة اللاصقة التي استخدمها قوية جدا لكنها كانت شديدة لزوجة لذلك التصق الغبار الذي يحمله الهواء بالمادة اللاصقة التي تبقت على السطح عندما تم إحضار صورة طريق أزهار الكمثرة إلى المتحف كان هناك العديد من البقع السوداء الصغيرة موزعة على سطح الكولاج نستخدم ممحاتا خاصة لإزالة المادة اللاصقة عن سطحها كانت هذه عملية معالجة طويلة شارك فيها قسم العاملين بأكمله وبمجرد إزالة الأجزاء اللاصقة أصبحت اللوحة أكثر وضوحا بشكل عام وعند النظر إليها لا ينجذب المشاهد مباشرة إلى البقع السوداء الصغيرة ترجمة نانسي قنقر